السلام عليكم ازيكم وما شباب عاملين ايه? حاليا كل الناس منتظرة انا بتكلم هنا عن كل مستخدمين شاومي ولو انت مش متابع او متابع في الفترة الاخيرة اكيد هتبقى عارف ان كل مستخدمين شاومي دلوقتي منتظرين الوجهة الجديدة لان كل الناس دلوقتي بتشتكم الوجهة بتاعة شاومي من حزبة التقطيع بتاع الانيميشن والحاجات وعدم الاستقرار اللي هو نوعا ما لسه ما تزبطش بنسبة مية في المية في وجهة شاومي وكل الناس بتأمل بتطمح ان شاومي ترجع زي زمان الوجهة الجميلة الخفيفة السريعة اللي كل الناس كانت بتتمنى ان هي تشتري موبايل شاومي عشان مجرد بس الوجهة بتاعته جميلة وعجبة. وبعد طبعا ما تم الاطلاق وتم الاعلان عن الوجهة الجديدة الميو اي طولف بونت فايف كل الناس دلوقتي هنا تانيه الوجهة دي. وكل الناس اللي جربت الوجهة دي على موبايلات سواء مسلاً الريد مونت تين برو مبسوطة جدا من التجربة بتاعة الواجهة دي وحاسة بتحسن كبير جدا جدا. وده اللي بيدفع الناس ان هي دلوقتي كله عايز ينزل الواجهة باي طريقة حتى لو مش بشكل رسمي كله عايز ينزل الواجهة الجديدة. فانا جايب لك النهاردة بشرة صارة لكل مستخدمين الميت ان تي والميت ان تي برو. دلوقتي تم الاطلاق الرسمي بتاع المي اي طول فو بوينت فايف للاجهزة دي. ولكن الاصدار التجريبي. كل الناس اللي كانت مسجلة دلوقتي تقدر تجربة الواجهة الجديدة على الموبايلات بتاعتها. هتقول لي طب وانا هستفيد ايه بالكلام ده دي مكررد واجهة تجربية. هقول لك لأ. انت دلوقتي معلن ان تم الاطلاق بتاع الواجهة التجربية معنى كده انك قدامك دلوقتي اسبوع وقال لي من اسبوع عشان يوصلك التحديث الرسمي او الاصدار الجلوبال منها. فما تقلقش الموضوع قرب جدا. بحاليا نقدر نقول ان كل الموبايلات اللي وصلها الى الان هو الجهاز بتاع شاومي عندك بعده وعندك طبعا بعده اللي شاومي لسه عملت الاطلاق بتاعه في مصر. وبالمناسبة الموبايل ده اول موبايل هيخرج من علبة بالشكل رسمي من الكارتونة بتاعته. ويجي بعدهم حاليا ده بالنسبة للموبايلات اللي وصلها ولكن بقى خلينا اقول لك التحديثات الجديدة اللي وصلت لموبايلات شاومي بتاريخ سبعة وعشرين انا بتكلم هنا عن التحديثات اللي وصلت لكل الباب بتحديثات الجديدة بشكل عامى. وخليني بدهم بالميه عندك هنا وصلوا تحديث بحجم تلاتة واحد من عشرة جيجا باسدار اتناشر وخمسة واحد. يجي بعده طبعا BrydmiNS وصل له برضو تحديث مع انه طالع بالوجهة ال MEI 12.5 ولكن وصلوا تحديث بحجم اتنين واربعة من عشرة جيجا باسدار اتناشر وخمسة وسابعة. يجي بعده OuBro وصلوا تحديث بحجم اتنين وسبعة من عشرة جيجا باصدار اتناشر وزيرو خمستاشر. عندك بقى الريدم ناين وصل له تحديث مهم جدا بحجم اتنين جيجا باصدار اتناشر وزيرو تمانية. وريدم ناين من الموبايلات اللي ناس كتير منتظرة الواجهة بتاعته التحسن ومستنية يجيله اوبديتز والمفروض ان الابديت ده يحل مشاكل كتير ويحسن من الموبايل نوعا ما. لحد طبعا ما توصل الواجهة الجديدة وعندك بعدهم وصل له تحديث بحجم اتنين واربعة من عشر جيجا باصدار اتناشر وزيرو وتسعة. عندك بعده وصل له تحديث بحجم اتنين وتلاتة من عشر جيجا باصدار اتناشر وزيرو وتسعة. واخيرا عندك هنا وصل له تحديث بحجم واحد واحد من عشر جيجا باصدار حداشر وزيرو وتسعتاشر. طبعا هنا انا بتكلم على اصدار الجلوبال اصدار العالمي ماليش دعو بقى بالاندونيسي والاوروبي ومش عارف ايه والتونسي والحاجات دي مايش دعوها بالاصدارات دي انا بتكلم هنا عن الاصدار الجروبال الاصدار اللي هيوصلك او التحديث لما تفتح الموبايل بتاعك هتلاقي جالك اوب ديت فعلا وبس دي جاي كل حاجة عام فيديو النهاردة ما ستشبقى تعمل لايك وسبسكرايب الى شوق فيديو جاي ان شاء الله سلام